السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم مناء الصالح الغريب معلمة للمرحلة المتوسطة لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثالث متوسط معي في مادة الفنية للفصل الدراسي الثالث فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا عن عناصر من الطبيعة طباعة في الليل نتستعد بذلك باتباع قوانين وقواعد التعلم عبر قنوات عين التعليمية أولا علينا أن نختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج والتجمعات تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرسة أو على قنوات عين التعليمية تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر على منصة مدرسة أو على قنوات عين كذلك أبنائي وبناتي أستعد وذلك بماذا بتجهيز أدواتي المدرسية جميع ما يلزمني أستمع إلى درسي بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص لا أخيرا أبنائي وبناتي أوجه رسالة إلى أولياء أموركم أطلب منهم التواجد أثناء فترة البدث وذلك للتوجيه والإرشاد كما أطلب منهم تشجيعكم على مارسة الفنون أنوان درسي هو عناصر من الطبيعة طباعة فلين الهدف العام من هذا الدرس هو أن يتعرف الطالب والطالبة على تقنيات استخدام شرائح الفلين للطباعة أهداف التدريسية أولا علينا أبنائي وبناتي أن نذكر الطالب والطالب الفرق بين الرسم والطباعة أن يرسم الطالب والطالبة التصميم من خلال تحديد الشكل والخلفية أن يستخدم الطالب والطالب الرول لتوزيع ألوان الطباعة على الفلين بعد ذلك أن يطبع الطالب على أوراق مختلفة ويكون الصورة من الطبيعة تعريف الطبيعة هي وسيلة أو الطباعة هي وسيلة للتعبير الفني باستخدام أسليب متنوعة تعكس أفكار الفنان بطريقة فنية رائعة عن طريق مثلا ممكن ناخذ نماذج من الطبيعة ونلونها ونبدأ نرسمها إذن توفير نموذج من خلال هذا النموذج أنا ألون وأحدد الألوان ثم أنقل شكل هذا النموذج وهيئته عن طريق الطباعة إلى اللوحة طبعا هي أقل دقة من الرسم كما تحدثنا ولكنها فن من الفنون له محبينه وناس مبدعون فيه تطبيق عملي راح نحتاج أدواتنا البلين الكرتون الصمغ كذلك صحن الألوان أبنائي وبناتي والرول والمشرط وكراسة الرسم راح ناخذ عناصر من الطبيعة اللي هي موجودة في البيئة من حولنا بيوت شعبية إذن كوننا القالب لبيوت شعبية لاحظوا أمامكم ها هو القالب بالطريقة هذه راح نحدد معالم تفاصيل الشكل والخلفية راح نثبتها بعد ما حددنا ماكن اللوحة أو كل شريحة أنا حددت الآن شرائح الفلين وأماكنها راح أستخدم ممكن الغراء بالطريقة هذه ممكن اللاسق من الجهتان اللي هو هذا أي طريقة هي مناسبة لكم أبنائي وبناتي راح أثبت الجزء بالطريقة هذه ثم للجزء الآخر بنفس الطريقة راح أستخدم اللاسق من الجهتين وممكن نستخدم لاحظوا أكون دقيقة في توزيع المسافات بعد ذلك ممكن نستخدم الغراء هذا بالاتجاهين بدل اللاسق أحاول أوزع الغراء على شريحة الفلين بطريقة هذه نوزع الغراء نثبت على اللوحة الآن انتهينا أبنائي وبناتي بعد ذلك راح نحدد إحنا الآن حددنا تفاصيل الشكل والخلفية حددنا معالم النوافذ الزخارف الموجودة عندنا في حولنا من البيئة راح نبدأ نحدد ماذا؟ راح أبدأ ألون الأجزاء لاحظوا معي ممكن ما راح ألون جزء في الأعلى بس فقط مثلا أبغى الجزء اللي أنا أبغى ينطبع ويظهر معي بالطريقة هذه على شريحة الفلين إذن حددنا الجزء اللي راح نريد طباعته باستخدام الألوان وكذلك هنا راح أحدد بطريقة هذه أبدأ باستخدام أداة الرول ممكن أدمج ألوان مختلفة ممكن أحدد هنا جزء بسيط من معالم الشريحة اللي أريد أظهارها الطريقة هذه لاحظوا معي الخطوات أبنائي وبناتي حددنا معالم الألوان اللي راح نحددها الأجزاء اللي نريد أن نطبعها لاحظوا الأجزاء اللي تركتها دون الألوان كنوع من الخلفية الأجزاء المفرغة اللي ما نريد أن تظهر أبدأ ذلك أختار استخدم ورقة من كراسة الرسم وأطبق عليها النموذج إذن أنا أستخدمها بطريقة هذه وأطابقها على اللوحة أو على كراستي وأبدأ أطبع الأجزاء وذلك بالضغط على لوحة الفلين أبنائي وبناتي لاحظوني الآن نحن قلنا الطباعة هي عن طريق ماذا؟ هي طريق نسخ نموذج باستخدام الألوان أنقل صورة وهيئة النموذج باستخدام ألوان الطباعة على مجسم مادي سواء ورق ممكن قطعة قماش أي جزء محدد لا محبب الذي ممكن أستخدمها في الطباعة إذن أنا الآن أحاول أظهرها أزيل الجزء بطريقة هذه وأظهر معالم الطباعة كما تظهر معكم أبنائي وبناتي قدرنا نكون أشكال هذه ونطبعها طبعا لاحظوا معي أنه تظهر معي بأقل جودة من الرسمة ولكن اطباعه تبرفن من الفنون ممكن نبدأ نحاول نطبع السماء الصافية نكون أشكال جزءا من طبيعتنا نحاول نرسم نخلة أيضا من ثقافتنا وطبيعة من حولنا أبنائي وبناتي إذن نكوننا الجسء الشكل والهيئة نبدأ نكون الخلفية نبدأ نلونها مثلا باللون مثلا لون السماء الصافية اللون الأزرق ونلون الأرضية بالطريقة هذه نتمكن من تكوين موضوع الطباعة من البيئة من حولنا أبنائي وبناتي إذن لاحظوا معي راح نكمل عندنا الخطوة التالية بعد ما انتهينا الآن من تكوين الموضوع ممكن نبدأ نرسم أجزاء مختلفة نستخدم طريقة أخرى لاحظوا معي هنا إذا أنا أبغى بس أبغى أطفع جزءا واحدا فقط وظهر بشكل أعلى جودة من البقية إذن أوزع اللون بطريقة هذه في جميع الأجزاء لاحظوا معي الأجزاء التالية ما راح أعيد عليها فما راح تكون مرة وابحة مقارنة بالشكل الأساسي نبدأ نطبع الشكل وراح نلاحظ الفرق بين الشكل اللون وأظهرناه في الطباعة وبين الأشكال الأخرى نزيلها إذن هكذا تظهر معي أبنائي وبناتي إذن كمية الألوان في توزيع للطباعة تقريبا اختيار الشرائح المحددة في إظهارها وإبرازها تحديد الخلفية مهم جدا أبنائي وبناتي انتهى درسنا ألقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب